جعنا لفقرة الأخبار مع صابر الميسوي نهارك زين صباح النور هلو صباح النور ويحكي يا ويندي وينكي هوا الغيبة يا ويندي يعني مشيت وجيت نلقى ديكور تبدل ونلقى البلاسة مريحة أكثر جوستم والحمد الله مرسي مابل هيثم مرة أخرى مرسي نحيوي مابل هيثم ونقوله للناس اللي يتفرجوا فينا إن شاء الله يكون نعجبكم الديكور وديما حطونا التفاع أولادكم باش أحنا نطوروا من البرنامج بأنه من نجم نطوروا البرنامج كان بتفاع أولادكم وخاصة كان بأخبار متينة نجوستم نجم يطور اش حضرت لنا طب اليوم فم برشة أخبار الأخبار لا والسياسي شوية كوثر المستشار السياسي لزعيم حركة النهضة رشد الغنوشي رياض الشعيبي أعلن فيه تدوينة قال أنه فم زيارة مرتقبة لرئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي للواشنطن للولايات المتحدة الأمريكية الأخبار إلى حد الآن عادي بغض النظر عن الناس اللي يتأول الأخبار عليش ماشي وعمي الأمريكي وفازيت نعم وفهمة شكون ربطة حتى بتنصيب جو بايدر لأنه الزيارة المرتقبة باش تكون فيه النصف لول من شهر جان في جاي للا حد الآن الأخبار العادي لكن حركة النهضة تكذب المستشار السياسي لرئيسها وتقول في بيان مقتضب حركة النهضة تنفي الأخبار وتقول ما فهمة حتى صحة لما ورد من أخبار حول سفر رئيس البرلمان رشد الغنوشي للولايات المتحدة الأمريكية حاليا من عليش قال هو من أساسه؟ ربما هذي برشا حتى في السوشال ميديا قالوا ينجم يكون خطاء اتصالي ينجم يكون زادا ينجم يكون جو بايدن قال فقعلينا كورونا ينجم يكون برشا صنفوها في خانة الخطاء الاتصالي لحركة النهضة اللي لطالما عملت برشا أخطاء اتصالية ومنهم رئيسها الشيخ راشد الغنوشي فهمة أخطاء اتصالية برشا قالوا لأنه سعي لحضور حفل تنصيب جو بايدن برشا قالوا هذا الحزب الديمقراطي يحب يتقرب كثرة الأقويل لكن الأهم والمهم هو أن النهضة تكذب المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة وهذا أمر غير عادي هذا الأخبار السياسي الأخبار الثاني صحي خبر غير عادي كالعادة الخبر غير عادي كالعادة الأخبار الثاني هو من رئيس المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والنطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علي قالت أنه خطر نقل العدوى بفيروس كورونا داخل العائلات كبير برشا وخطر متواصل كما نعرفه وبالمناسبة نوصيه المشاهدين أنه يتخذوا ديما الأجراءات الصحية الكمامة كيف كيف زادة تباعد الاجتماعي ورب يحمينا ويحمي تونس ادعاة العائلات التونسية ونحن على مشارف الاحتفال بالعام الجديد إن شاء الله كل عام ونتموا حيين بخير مشاهدينا بالمناسبة ادعاة الناس أنهم ما يحتفلوش بعداد كبيرة وما يتجاوزش في العائلة الواحدة الاحتفال أكثر من عشرة أشخاص مريقل مع أنتها صابر إذا كان أنت عندك مرأة وثلاثة أصغار واحد من صغارك ما تجيبوش معاك نبعثو لبخالك شوف خطرك يكن وليو أكثر من عشرة وليو أحداش أحنا نحسبو عشرة ومبعد نفرقو على العائلات بطبيعتها في إطار سيلة الرحم مازلنا في أخبار الكورونا الرئيس الجامعة التونسية لوكالة الأصفار جابر عطوش قال اليوم في تصريح المزاييك منذ حين قال أن القرارات المتعلقة برأس السنة مداخلة الجامعة التونسية لوكالة الأصفار ما هيش فيها محد شيء خاصة وأنها ما تلقتش حتى إشعار رسمي من وزارة السياحة المعنية بالأمر بإيقاف النشاط خبال الفترة هذه المتعلقة بالحفلات من حفلات رأس السنة أنا جوز نحب نعرف حاجة الثمانية ذيكة مع أنت حاضر التجول الثمانية ثمانية متأكد نزيد متأكد في متأكد لي خدوة بقول لي حتى بيش تمشي تصعر في دار ولا بيش يجي صابر هو مرته وصغاره الخمسة يصعر وبحذي وقتش بيش تراوع ما يفرتوش عشرة قدش عالك تسعر في الدار وقتش بيش تراوع بيش تقض حتى للخمسة متع صباح بيش تخرج من عندي معناها نرمالة جايك النوم الصغار حبوا يرقدوا معناها برب يوضحوا نجوزت النقطة هذه برك أكيد جداً قال أنه الوزارة السياحة اتهامة حتى أنه بيتتنصلها من مسؤولياتها لأنه بعد القرار هذي تم إلغاء عديد الحجوزات الشيء اللي أثر اقتصادياً على وكالات الأصفار أصفار نظم عبر وكالات الأصفار غير ممنوع في العمو لكن سيتم إلغاء رحلات حفلات رأس السنة حسب توصيات وزارة الصحة اللي ما اعتبروا هاش توصيات كانت واضحة وكنا نخيروا أن يكون الاتصال واضح بخصوص وزارة السياحة ووزارة الصحة والجامعة التونسية لوكالات الأصفار حتى تكون الأمور أوضحة تحسهم يرميوا في الكرة لبعضهم عرفت نعم ما فمش وضوح كبير في خبار آخر كنا شفنا الاعتداء اللي طال عدد من الإطارات الصحية واللي بالمناسبة هذي نضامنا معاهم كوثر خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة 25 والسبت 26 ديسمبر أثناء داء الواجب المهني اليوم للأسف طبيب متعرض سواء للسقوط من أسانسور كما شفنا طبيب بدر الدين العلوي في جندوبة لكن متعرض زادة حتى للاعتداء في مقر عمله كما الصحفيين زادة وكما الفنانين متعرضين ديما للاعتداء كان الاعتداء هذا بمعهد المنجي بنحميدة للطب الأعصاب بتونس الشيء اللي خلا المنظمة التونسية للأطباء الشبان طالب وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وكل جهة تفطلع بمهام صحية وأمنية بالتحرك الفوري من أجل وضع خطة عجلة تتنفذ فورا والهدف متاحة تأمين المؤسسات الصحية ضد الاعتداء التي تطال الكويدر المهنية فيها وحتى العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية باي صابر شكون اعتداء على شكون ما فهمتش هو كان هتا فاما مواطنين اعتداء على الطب نعم هو كانوا فاما مواطنين اعتداء على الطب ايه كيفاش اعتداءوا بالبرب عنف لفظي عنف مادية فاما عنف مادية وطبعا عنف لفظي الاعتداء هذية كان كما قلت في الليلة الفاصلة بين 25 و 26 ديسامر وشوفنا حتى على الفيسبوك فاما العديد من الصور فاما دماء فاما صور أليمة معناها تخلينا نطرحوا اكثر من تساؤلوين الامن وبالمناسبة معناش معناه نتجنيوا عليهم لكن الامنيين ندعوهم اكثر حتى اللي يعقض والحذر في محيط المدارس والجامعات والمؤسسات الصحية ما فيها بس حتى نأمنوا احنا خبار اخر في الفيسبوك زادة والسوشال ميديا بصفة عامة سواء في الانستغرام في تويتر في غيره وفاما اخبار على الرجاة اللي صارت في القنترة بن زرت كنا شوفنا صور ناس تطرح تساؤلات حول صلاحية هذه القنترة اللي امرها اكثر من 60 سنة جيستو ما واللي هو في الحقيقة كان فاما مشروع حتى لتجديد القنترة اخرى لترميمها اه بش يعملوا قنترة اخرى بش يعملوا قنترة اخرى في 2021 ما نعرش وينوصلوا فيه هذك بش نعود نتحرك صلا مع العلم ان القنترة انجاز فرنسي استعماري هكا ولا ليه معلمة اظن هكا عليها الدهر وشريبة اليوم علق المدير الجاوي للتجهيز ببن زرت زهير العزوزي وقال انه راه حاجة عادية الرجة هذي اللي صارت فيه قنترة بن زرت راه خمس ستينسو سايي ستينسو شوية فيبرير قال انه خمسين الف عربة تمر يومين في القنترة الشي اللي خلي اكتظاظ والقنترة راه مستقرة ما فيهاش رخها كما قالوا خطر الناس قالوا القنترة رخت شوية قال لكن رجة عادية بما انها تمر فوقها برشة حمولات ثقيلة وتقنية يتم اعتمادها في تدشين الجسور هو انه تكون هي اسمنتية لكن عندها دعام حديدية دونت سي قال توتا فيه نورمال انه تسير الرجة هذي كبه تبدى معنتها دعام الحديدية سوبر قال هيا بش تنجم حتى مع الرجات خاصة انه جسر متحرك حتى ولو فما زلزال زلزال تبدى هي تمشي سوبر ما تنارش خاصة انه جسر متحرك حتى تتعدى السفن عبر الجسر قال انه فما برامج سنوية للصيانة وتم تخصيص 300 الف دينار في 2019 وفي 2021 سنتلقى اشغال صيانة جديدة للجسر بكلفة 350 الف دينار تونسي نتمنى انه الرجة هذي متكررش نتمنى انه المواطنين يكونوا سالمين اثناء مرورهم نتمنى السلامة لكل المواطنين اكيد جدا البنزارت والناسة اللي تتنقلون احنا بدنا نحب وبنزارت ونمشي قولها ديما اكيد جدا مازال عندي اخر خبار عالمي هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كان حذر من انه جائحة فيروس كورونا اللي ضربت العالم واللي يلتون عنه منها ومن تداعيتها حذر منها اكيد وديما يعودوا يوصيوا على التباعد الاجتماعي وكل ما يتوجب علينا فعله حتى احنا نكونوا محميين منها قدر الامكان قال انه للاسف ما هيش بش تكون الاخيرة خاصة قال انه ما هيش بش تكون الاخيرة في العالم ومحاولة تحسين صحة البشر محكم عليها للاسف بالفشل هذا اذا كان ما تعملناش مع التغير المناخي ومع شؤون الحيوانات